حقوله لحضرتك دلوقتي لأنه هو كلام كله مهم وكلام كله على لسان واحد من عشاق النادي الأهلي زي ملايين من جماهير النادي اللي هم إيه؟ اللي هم بيعشقوا تراب الأهلي بيعشقوا تراب الأهلي فرقم واحد كده أول حاجة عايزة أتكلم فيه جمهور الأهلي له كامل الحق كامل الحق في الانتقاد جمهور الأهلي له كامل الحق في الحديث عن بعض السلبيات اللي ممكن يكون هو شايفها من وجهة نظر جمهور الأهلي له كامل التأدير والإحترام الناس دي تتشال على الراس الناس دي تتشال على الراس اللي هما مين جمهور الأهل اللي هما ايه بينتقدوا بس اللي بينتقدوا ازاي بينتقدوا عشان مصلحة النادي بينتقدوا علشان يصححوا من وجهة نظرهم حاجات بالمناسبة ممكن تكون وجهة نظرهم صحة أو غلط لكن هما بينقشوا هما ليهم رؤية فالناس دي لازم تتسمع الناس دي لازم نقدرها ولازم نحترمها وده فعلا اللي موجود من الكبير قبل الصغير في النادي الأهل وده أمر مفروغ منه تمام فده شك وده أول حاجة عشان ما عليهاش أي غبار وما فيهاش أي نقاش وكلنا متفقين عليه لكن يا جماعة يا فيه جزئية مهمة برضو لازم ناخد بالنا منها احنا على وشك ان احنا ندخل في دوامة على وشك ان احنا ندخل في دوامة ودوامة دي انت لو دخلتها حيبقى صعب جدا انك تخرج منها ولو خرجت منها هتخرج بخسائر كتير جدا فاحنا كجمهور الأهل وكمنظومة النادي الأهل لازم نخلي بالنا من حاجة زي كده اول حاجة مش عايزين ان احنا نوعا نتكلم اصل فلان السبب اصل علان السبب اصل ده ميشي ليه وده عمل ليه ونفضل احنا نقطع في بعض ما بيننا وما بين بعض فاحنا في الآخر هتبقى النتيجة ايه ان احنا هنخش الدوامة دي بنقدي على نفسنا بنفسنا بتكلم على البعض القليل جدا اللي مش قادر يفرق بين النقد اللي له كل الحق فيه وهو نقد يكون بناء وما بين اللي بيحاول يستغل الموقف ده لمصالح اخرى وانا هنا والله العظيم ما بتكلم على نظرية مؤامرة كل الناس لهم مني كل الاحترام والتقدير وكلهم على راسي حتى تصغير قابل كبير اللي ممكن لسه ما يكونش مدرك كيفية توجيه نقده وازاي نقده ده يكون فعال جبناء لصالح النادي ولصالح الكلان اللي بيعشقه وبيحبه وكلنا بنحب النادي ده وبنعشقه وكل واحد بيحبه طريقته بس الاهم طريقته دي تكون ايه تكون عشان صالح ومصلحة النادي وبالمناسبة يا جماعة عشان اقفل حتة الجمهور دي الجمهور ده زي لما الاهل بيكسب وبياخد بطولات وبيكون هو السبب الرئيسي فيها وزي ما بيشيل واحد واحد فوق راسه اللي هو الجمهور واحد واحد جوه المنظومة واحد واحد جوه المنظومة كلها اي حد في منظومة النادي الاهلي بيتشال على الراس من الجمهور المحترم ده بيتشال على الراس من الجمهور اللي هو بيقف وراء النادي وبتبقى النتائج النهائية دايما بيبقى بطولات فالجمهور ده لازم نديله حقه ونستحمل انتقاده لازم نستحمل انتقاد الجمهور زي ما بنفرح قوي بين الجمهور بيشيل واحد واحد فقراسه لما الجمهور يزعل لازم نحترم زعله ونحترم انتقاده الانتقاد البناء مش الهدام لكن انا برضو بأكد على جزئية مهمة جدا وارجوكم يا جماعة خدوا بالكم من حاجة زي دي ما تخلوش حد سواء عن قصد او دون قصد يدخلكم في الدوامة اللي هي ايه اللي هي شخصانة الامور اللي هي ايه اللي هي محاولة ان يكون فيني شخص معين او اشخاص معينة هي المتسببة في الاخفاق لا لما النادي بيكسب او لما النادي بيكسب يبقى الكل هو اللي تسبب في الفوز المنظومة كلها لما النادي بيخسر بيبقى الكل مسؤول عن الخسار وهي دي دايما ثقافة الاهلي اللي احنا تربنا عليها جوه النادي لما الكل بيخسر كله بيتحمل نتيجة الخسارة والاخفاق مش واحد ومع عمر ما فيه واحد حيتسبب في حاجة لوحده وعمر ما حيبقى فيه قرار بشكل فردي جوه النادي الاهلي الاهلي دايما قراراته بتبقى جماعية الاهلي دايما اموره بتدار بالسيستم المتعرف عليه جوه النادي الاهلي واللي مش هيتغير واللي حيفضل ايا كان مين هو اللي موجود ايا كان مين هو اللي موجود فمن بلاش احنا احنا كجمهور النادي الاهلي وانا بتكلم برضو عن انا واحد منكم وكل واحد جوه القناة دي هو واحد منكم بلاش احنا بنفسنا ننجر لحاجات تبعدنا عن الاسباب الرئيسية للوضع اللي احنا فيه بلاش نشخصا الامور بلاش ان احنا نقول فلان هو السبب ونفضل بقى نهاجم في فلان نهاجم في فلان نهاجم في فلان وغافلين تماما الاسباب الرئيسية اللي ممكن بشكل غير متعمد طبعا نكون احنا وقعنا فيها لان فيش حد معصوم الخطأ وفيش حد ما بيغلطش وزي ما الناس بتنجح وارد الناس تغلط بس المهم انك تصحح وتعدل وترجع تنجح تاني الطبيعي الكيرف لما بيطلع لازم بينزل شوية بس المهم احنا نلحقق قبل ما ينزل قوي ونطلع تاني وهي دي الدنيا بالمناسبة محدش بيفضل على الكمة على طول بس ممكن تحافظ على الكمة الفترات طويلة وده بلاح بيحصل في النادي الاه يجي حد يقولك اصلي فلان انتم مشيتوه اصلي علان مسماني مسلا مسمان انا من اكسم بالله انا واحد من الناس اللي بعشق مسماني بحبه جدا جدا بشوف ان الراجل ده عمل انجازات مش طبعية بس واحد انا كمان حزنت انه مشي بس واحد عايز يمشي والاهل يحاول معاه والراجل بنفسه في ميت لقاء وما اكثر لقاءات مسماني في الاعلام بعد رحيله كمان وقبل رحيله اكد ان النادي كان متمسك بيه وهو اللي رغب في الرحيل فبلاش يعني ايه نحن نقول حاجات غير حقيقية ونخرج نفسنا من اطار التصحيح لاطار شخصانة الامور ومهاجمة اشخاص بعينهم وبالمناسبة بالمناسبة من الورد جدا ان معلومات البعض ما تكونش صحيحة في نسب ممكن حاجات تكون صحيحة وحاجات تكون غلط ده وارد جدا لكن في نفس الوقت خلينا يا جماعة ان احنا نركز في السلبيات بتاعتنا كنادي او كفرقة نركز في الاخطاء بتاعتنا عشان نصحح ونلحق نفسنا قبل ما ندخل في الدوامة اللي انا قلت لحراتكم عليها بلاش احنا بنفسنا نلوقع روحنا في الدوامة وعمر بالاهلي هيقعد سنوات عديدة باخفاقات كتير ولما بيحصل الاخفاقات تأكد تأكد ان ده بيكون في مصلحة النادي عشان يرجع عشان الدنيا تفوق عشان حاجات كتير قوي ممكن البعض يكون مش واخد باله منها او احنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها لكن المسؤولين واخدين بالهم فيصححوها وهو ده دايما المطلوب فالنجاح مش بيجي غير بعد الاخفاق والاخفاق مش بيجي غير لما انت بتنجح لفترات ويلة والاهلي النادي الوحيد اللي في مصر اللي نجحاته بتقعد فترات ويلة جدا واخفاقاته بتكون قليلة شكرا